وكما قال الشاعر وليام شاكسبير عن الملكة إليزباثة السابقة كانت مثالاً حياً لكل الأمراء الذين عاشوا في عهدها أنا أقف أمامكم جميعاً اليوم وأشعر بثقل التاريخ الذي يحوتنا والذي يذكرنا جميعاً بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يحترمها كل أعضاء مجلس العلوردات ومجلس العموم ونعرفكم أنكم تلتزموا بها وذلك لمستقبل أفضل لنا جميعاً البرلمان هو الآلة الحيوية والحية لهذه الديمقراطية ونعرف أن تقاليدنا قديمة ونرى ذلك في بنى هذه القاعة الرائعة وتذكرنا جميعاً بأسلافنا في العرصور الظالمة واليوم أنا أتبع هذه التقاليد ونعرف أن هناك فعلاً علاقة تربطني بالوليدة الراحلة وهذا ما نراه من حولنا مع بروز الونى الجديدة التي تحتفي مثلاً بذكرى الخمسين لحكم الملكة الراحلة بالإضافة إلى الذكرى اليوبيل الذهبي لوالدتي فضلاً عن هذه النافذة الرائعة للاحتفال باليوبيل المزيل لوالدتي ونعرف أن هذه كانت هناك أيضاً هدايا مميزة لوالدتي وذلك للاحتفال باليوبيل البلاتيني الذي احتفلنا به منذ ثلاثة أشهر فحسب وذلك بقلوب عارمة من السعادة